بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة واحدة كروشي مسلسة. ممكن نعملها في مفرش او نعملها في شال. لو اتعملت شال هتبقى جميلة جدا. انا استخدمت معاها خيط قد. واستخدمت الابرة المناسبة لتقدر تستخدمي اي خيط يعجبك. نبدأ بسم الله. احنا هنبتدي بدايرة سحرية. هنرتفع باربع سلاسل. ده بمسعبة عمود بلفتين. هعمل بعد كده عمود بلفتين. وبعد يرهم خمس سلاسل. البطرون ده هكرره خمس مرات. علشان يكون عندي ست مجموعات من عمودين بلفتين وخمس سلاسل. انا وصلت لنهاية السطر الاولاني بتاعي. هقفل الدايرة بتاعتي. وهعمل خمس سلاسل. وهقفل بمنزلقة. في الرابع سلسلة من الارتفاع الاولاني بتاعي. بعد كده هتنقل بمنزلقة في اول عمود عندي. ومنزلقة في الفراغ الاول اللي عندي. هرتفع بسلسلة. وهعمل البطرون ده في اول حلقة عندي. اللي هو ايه? اللي هو هعمل واحد حشو. واحد نص عمود. واحد عمود بلفة. واحد عمود بلفتين. هعمل بعد كده سبع سلاسل. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. سلسلة. من سبع ورس. وهعمل بعد كده عمود بلفتين. في نفس الفراغ. عمود بلفة. نص عمود. وواحد حشو. هعمل منزلقة في العمود اللي بعديه. وهدخل الحشو. في الفراغ اللي بعديه. وهقرر تاني نفس البطرون اللي كان هنا. واحد نص عمود. واحد عمود. واحد عمود. واحد عمود بلفتين. سبع سلاسل. واحد عمود بلفتين. في نفس الفراغ. واحد عمود بلفة. واحد نص عمود. واحد حشو. منزلقة. واحد حشو في البعده. في الفراغ اللي بعده. هكمل لحد اخر السطر. اشتركوا في القناة. طيب. انا المفروض وصلت لنهاية السطر بتاعي. بقي لي بس اعمل منزلقة. في العمود بتاعي. بس اعمله في الحلقة الخلفية. علشان انا المفروض ان انا عاملة منزلقة مرة قبل كده. طيب. انا هامل بعد كده. تمن سلاسل. تمانية. وهامل بعديهم عشر سلاسل كمان. اربع. تمانية. تسعة. عشر. هامل ايه? هامل عمود بلفتين. في رابع سلسلة من تحت. هعد واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهدخل اعمل عمود بلفتين. بقبب. دهال عمود بلفتين. هكذا الشكل. ما عندي. طيب نهعمل ايه بعد كده هعمل خمس سلاسل واحي اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهعمل في الحلقة دي اتنين حشو. واحد اتنين. هعمل ايه بعد كده هعمل تسعة سلاسل واحي اتنين تلاتة اربعة تسعة وهعمل في الحلقة دي اتنين حشو اتنين حشو. هعمل ايه بعد كده هرتفع خمس سلاسل. خمس سلاسل. وهعمل هنا في المنزلقة دي في الغرزة الخلفية اللي عندها عمود باربع لفات. واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة لفاتة على الابرة. وهدخل في الحلقة الخلفية منها. وهرتفع بعمود. اربع لفات. هعمل بعد كده خمس اه انا اسفع عشر سلاسل واحي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة. وهعمل عمود بلفتين بعد. عندي ادي لفة. ادي التانية بعد التانية. وهعمل عمود بلفتين. كونت تانية عندي الحلقة دي اللي كانت بحنا كنا بدقين بها هنا. طيب هعمل ايه بعد كده خمس سلاسل. واحي اتنين تلاتة اربعة خمسة واتنين حشو هنا. وهقرر تاني البترون بتاني. هعمل بعد كده تسع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهعمل حشو هنا اتنين حشو واحد اتنين بعد كده خمس سلاسل وهعمل عمود باربع لفات. في الغرزة الخلفية من المنزلقة اللي عندي. او في الحلقة الخلفية اللي من المنزلقة اللي عندي. هعمل عشر سلاسل. وهعمل عمود بلفتين بعد لفتين. يا رب بتكون واضحة انا عندي العمودة هو. العمود الاربع لفات. في لفة اتنين تلاتة اربعة. انا بدخل بعد اتنين واحد اتنين. واعمل عمود بلفتين. بعد كده خمس سلاسل وهكرر البترون بتاعي. طيب انا وصلت لنهاية السطر. بقيلي بس اعمل الخمس سلاسل الاخرانيين. بس انا هعمل سلسلتين. وهعمل عمود بلفة في رابع سلسلة من الحلقة اللي عندي. عد اربع سلاسل من جوة الحلقة. واعمل عمود بلفة في رابع سلسلة. طيب بعد كده هعمل ايه? هعمل ست سلاسل. وهعمل اربعة وميد باربع لفات داخل الحلقة العشر سلاسل اللي عندي. شكرا جزيلا. ساعة ما يشترك عمود بلفتين. سمينة العلقين. عمود بلفتينيين. ساءش العمود بل رابع لفات داخل الحلقين. شكرا جزيلا. بعد كده هنعمل خمس سلاسل وبعدين اربع عامية باربع لفات مرة تانية داخل نفس الحلقة بعد كده هنعمل خمس سلاسل وهنعمل خمس سلاسل هامل مرة تانية خمس سلاسل وهامل اربع حشف الحلقة التسعة سلاسل اللي في السطر العبلي مرة تانية خمس سلاسل وحشف في السلسلة الخمس سلاسل ست سلاسل وهكرر البطرون بتاعي اللي هو اربع عامية باربع لفات بعدين خمس سلاسل بعدين اربع عامية مرة تانية فاربع لفات اربع عامية مرة تانية خمس سلاسل ساكرر البطرون بتاعي ست سلاسل محشف في الخمس سلاسل بعدين خمس سلاسل بعدين اربع حشف في التسعة سلاسل ترجمة نانسي قنقر 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 تلات عمود ورابع عمود ترجمة نانسي قنقر 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 ارتفعت بثمان سلاسل وبعدين هامل هنا في الخمس سلاسل دي مرة تانية اربعة حشو اتنقل مرة تانية لست سلاسل وعمل فيهم تمانية حشو هشو فوق الاربع عمود اول عمود انا نسيت هنا نعمل البيكوت اللي هنا احنا عملنا هنا بيكوت في اول عمود المفروض هنا نعمل بيكوت في رابع عمود هنطلع بحمس سلاسل وهنعمل حشو هنعمل منزلقة في السلسلة وحشو في الثلاث عمودة اللي بقين وصلنا للخمس سلاسل اللي عندنا هنعمل فيهم واربعه حشو وبعدين سبع سلاسل وبعدين منزلقة في الحشو وبعدين اربع اربعة حشو مرة تانية حشو في اول عمود وحشو في تاني عمود حشو في تالت عمود وحشو في رابع عمود مع البيكوت اللي المفروض اعملوا تلاتة اربعة خمسة واعمل منزلقة اثناء المرة تانية للست سلاسل اللي عندي واعمل تمانية حشو ده بيكون شكلة هنا انا نسيت واحدة من البيكوتر المفروض يضعمها هتجمل وارجع لكم تانية انا بعمل اخر تمان سلاسل وها من منزلقة في اول حشو عندي من الاربع سلاسل اللي كانوا في اول اربع حشو اللي كانوا في اول السطر هفتح خيتي واقصه وفنشه بظهر الشغل بتاعي كده يكون المثلس بتاعي خلص التشبيك بتاعه بيكون في البيكوتس اللي موجودة اللي احنا عملناها في رأس المثلس وفي الثمن سلاسل اللي هنا اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو مستنوا فيديوهات ثانية اكتر ياريت لما عماش اشتراك لو سمحتوا يعمل ومن تنسوش تفعاد وزر الجرس والسلام عليكم اشتركوا في القناة